موسيقى مشاهدين الكرام أو في الوطنية الأولى مساء النور أهلا وسهلا بكم خلال يوم أمس كان الوضع الجوي ملائم لنزول بعض الأمطار بالشمال الغربي وبالجنوب الشرقي الكاميات أنها كانت مليمتر واحد بباجة بجندوبة تروحت من مليمتر واحد إلى سبع مليمترات وبمدنين كانت من مليمتر واحد إلى خمس مليمترات تقريبا درجة الحرارة توصلت في نفس المستويات مقارنة بالأيام القليلة الفارتة كانت القصوى هذا اليوم بين 20 إلى 25 درجة بتونس العاصمة سجنة 23 كانت أقل نسبيا بالمرتفعات الغربية القصوى تقريبا في حدود 17 درجة كما نجمع نشوفه من خلال تسلسل سوى القمر الاصطناعي السماء كانت مغشات بسحب عابرة على كامل البلد كانت أحيانا كثيفة بالشمال وبالجنوب الشرقي مرفوقة بأمطار ضعيفة ومحلية لتوصل الوضع الجوي ملأم لنزول بعض الأمطار بالشمال وبالسواحل الشرقية درجات الحرارة تتراوح من بين 13 إلى 17 درجة تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات يوم الغد إن شاء الله تقص نسبيا في استقرار سماء تكون مغشات ببعض السحب والتي تكون أحيانا كثيفة بمناطق الشمال درجات الحرارة تقريبا تتوصل في نفس المستويات بمناطق الشمال نتوقع القصوى بيكون في حدود 22 بزغوان 23 بتونس العاصمة وبجية الوطن القبلي 22 ببنزرت أقل نسبيا ببازا وبجندوبة 21 درجة 20 بسليانة 21 بالكاف تكون أكثر نسبيا ببقية المناطق تقريبا في حدود 24 درجة بالقيروان وبجية السحل 23 بالمهدية وبسيدي بوزيت بالنسبة للقصوى نتوقع 20 درجة بالجنوب 24 درجة بسفاقس 23 بقابس 22 بمدنين 21 بتطاوين 20 برمادة 21 بياقص الجنوب 23 بيكبلي وبتوزر وبقافسة 22 درجة بالنسبة للملاحة والصيد البحري ثمت علام بيوبوب رياح قوية متوقع لمدة 24 ساعة بداية من يوم الغد في تمام الساعة الوحدة بعد ظهر ويهم الشمال تونس ثم تدريجيا شرق تونس وخليج جيابس بالنسبة لرياح يوم الغد بالشمال تكون غربية إلى شمالية غربية سرعتها من 25 إلى 35 عقدة البحر يكون مضطرب فشديد الاثتراب بعد ظهر بالنسبة للسواحل الشرقية تتواصل الرياح شمالية غربية أساسا وصولا إلى خليج جيابس تكون سرعتها من مستاشر إلى 20 عقدة وتصل مؤقتا إلى حدود 25 عقدة بعد ظهر البحر يكون قليل الاثتراب فمضطرب وصولا إلى منطقتين شابة وزربة توقعات تنجوية بالنسبة لبعض البلدان والعواصم الأجنبية بالنسبة لبلدان المغرب العربي بينواق الشتة الحرارة القسوة تكون في حدوث 32 درجة سماء صافية حرارة معتدلة بالدار البيضاء 23 درجة 22 بريبا 19 بالجزائر أمتار ضعيفة بترابلوس 22 بعد الصحوب بالقاهرة 24 سماء صافية بالمدينة المنورة 29 وتقص في استقرار بمكة المكرمة حرارة قسوة في حدوث 33 درجة توقعات تنجوية بالنسبة لبقية بلدان المشرق العربي بالدوحة تقص قليل صحوب 28 درجة سماء صافية بأبوذبي 30 24 بالكويت 18 بدمشق سماء صافية ببيروت 22 ببغداد 20 21 بعمان وبالقدس الشريف تقص قليل صحوب الحرارة القسوة في حدوث 24 درجة توقعات تنجوية بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية بإستنبول تقص السافن الحرارة القسوة في حدوث 18 درجة تقص بيرد مع أمتار بموسكو 4 درجات 14 بفينا 21 بأثينا بعد الصحوب بروما 19 تقص بيرد بأمستردام 9 درجات 9 أيضا ببرلين تقص يكون كثيفة صحوب مع أمتار بكوبنهاجن 7 درجات توقعاتنا الجوية بالنسبة لبقية بولدن أوروبا الغربية بلندن 8 درجات تقص كثيفة صحوب 16 ببريس مع بعض الأمتار 14 بجونيف درجتين بستوكولم 9 ببريكسيل مع أمتار 18 بمرسيليا تقص سافي بمدريد 21 درجة وبلاشبونة تقص قليل صحوب 21 درجة أيضا تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة بالنسبة للطائرة الهوائية تتواصل مع قطع الغربي على كامل البلاد تكون قوية قرب السواحل البحر يكون شديد الاثراب بالنسبة لكافة مزلتنا البحرية ضعيفة إلى معتدل داخل البلاد درجات الحرارة تقريبا تكون من 23 إلى 27 درجة أقل نسبيا بالمرتفعات في حدود 20 درجة السماء تكون مغشات ببعض الصحوب تكون أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمتار بمناطق الشمال الغربي ليلا بالنسبة ليوم الأحد تتنقل الطائرة الهوائية لتكون مع قطع الشمالي بالشمال وبالوسط تتواصل مع قطع الغربي بالجنوب تتقلس سرعتها مقارنة بيوم السابق تكون قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة إلى معتدل داخل البلاد البحر يكون شديد الاثراب تدريجيا مضطلب بسنعرف أن خفاظ نسبيا في درجات الحرارة وتغيير ملحوظ الوضع الجوي يكون ملائم لنزول أمتار بأغلب مناطق البلاد نمر مبعضنا لأوقات الشروق والغروب الشروق الشمس يوم الغد بإذن الله يكون في الساعة السابعة ودقيقتان وغروبه في الساعة الخامسة وسبع دقائق لمزيد من المعلومات والأرشادات تتنجم تزور الموقع الخاص بالمهد الوطني لرز الجوي تلوى دوبلو فيب وميتيو بونتين تبعثوا إرسالات قصيرة على رقم 85-012 والتي تصلوا برقم الموزع الصوتي 88-40-4-0 شكرا على حسن المتابعة والاهتمام بقية السهرة طيبة بالنسبة لبقية برامج الوطنية الأولى وإلى لقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة